نحن وصلنا على الخاصة رقم 20 وهي انه اذا في عندي تكامل لحساب مساحة ولكن هالمرة رح نقول انه نحن اذا كان عندي المساحة هي ما هي محصورة بين المحور X وشي تابع يعني انا مثلا هون بتعرفوا نحن مثلا هذا التابع هيك نحسب هاي المساحة C1 بتعريف التكامل ولكن اذا كانت المساحة محصورة مع ال-Y يعني مثل هاي C2 فهذا شو شنون نحن نحسب هاي المساحة هاي كطريقة اولى شوية انه انا بروح بكامل بين J وD هالمرة تمام شون كده اكامل من أولا بهم بكامل من J لD بكامل اعتيادي من J لD وبدان ما اكامل بالنسبة لX بكامل بالنسبة لY فبتعرفوا انتو اذا كان Y يساوي Fx فF الناقص واحد لY يساوي X فهم نروح ونحط F الناقص واحد Y DY ومن كامل بشكل طبيعي يعني نصيح ان احنا دايما نوجد Y يعني شو هي ونكامل بالنسبة لها اللي هو هون معارفين هون انه بدل F ناقص واحد Y الأفضل نكتبها Y مشا ما تتخربط فيها يعني كامل التابع العكسي بين J و D هيك نحسب معنا المساحة S 2 طبعا S واحد هتكاملها من A لB بشكل طبيعي جدا جدا هذا السؤال ما فيهش كمثال السؤال الثالث تطبيق مباشر عليه انا بدي احصل المساحة اللي هون عشلون دي احصل المساحة اللي هون هاي المساحة اللي صايرة بين المنحنيهات Y يساوي كوك X والY الO Y الY X فانا هاي المساحة شو رح أساوي رح أكامل من واحد لأربعة هون لهون للتابع العكسي طبعا التابع العكسي يعني إذا Y يساوي جزر X X شو تساوي تساوي Y كاري فهو هادي F Y او F ناقص واحد لأي يعني كامل Y كاري D لأي طبعا اللي اذا حطيت بداية كلمة X او حطيت بداية T او حطيت A شو ما حطيته نفس الشي هادي شو تكامله والله Y كاري هو Y قص ثلاثة على ثلاثة بين الواحد والأربعة يعني يساوي ثلاثة أربعة قص ثلاثة أربعة وستين على ثلاثة هيا عند الأربعة ناقص القيمة عند الواحد واحد على ثلاثة يعني ثلاثة وستين على ثلاثة ويساوي واحد وعشرين فباكون هيك حسبت المساحة اللي بدي إياها تخيلوا الرسمة شو راح تكون الرسمة راح تكون بهذا الشكل يعني إذا حصلنا نتخيلها بشكل تاني يعني الآن مثلا هيك لحظة نمسح شوي الرسمة بتحسين تتخيلوها بهذا الشكل أنه أنا عندي كان هادي هيك ورح أخصر التكامل فتلته هيك تمام هيك صارت الرسمة كأنه حالا هون إذا أتكاملو هي كأنه أتكاملو من أربعة لواحد إذا عبتمشوا فيها فعليا لازم تمشوا على اليسار هون لأنه صار يالة فوق أنا حطه الموجب يعني هيك الرسمة قلبت معي يعني كان نعم أكامل من واحد لأربعة لتابع هذا اللي هو صار اسمه X يساوي يكاري وكملت فهي بس الرسمة كانت بالمقلوب هيك يعني تمام فالتكامل يساوي واحد وعشرين كمثال تاني المثال الواحد المخطوط عبقل يحسبلي التكامل من واحد لأربعة لأف إيكس والله من واحد لأربعة F إيكس يعني هاده S2 أصلا هاد جاهز يعني طيب ومن ثنين لخمسة F ناقص واحد X دي X طبعا هي نفس الشي إذا حطينا Y ودي إيها اللي هي S1 معتها هاده S1 زائد S2 هون واحد أو هاي صحيح عم سمية واحد وهي S2 معتها وعبقلي جماع S1 زائد S2 أنا ما عندي إيهم على الخارج شلون دي أحسبون قال في طريقة بسيطة جدا جدا شو هي أنا بقول هاي المساحة كل هاده مستطيل شايفينه هاي هاده مستطيل هايك كل لاياته شقد مساحته هاده كال لاياته لهاد المستطيل والله مساحته العرض تحت أربعة من هون لهون أربعة ومن هون لهون خمسة هاده يعني مساحته كله عشرين اي نقصه منه هاد المستطيل ضل اللي مين S1 و S2 ايها مساحته شقد واحد ضرب اثنين اثنين يعني معانت S1 زائد S2 هي عشرين ناقص اثنين يعني الجواب 18 فطعا هون ندوم أحسب تكاملات على الخالص على الخالص نسال أربعة نسال جانبي نفس الشي بدي المساحة بين المنحني مع مين مع محور الي ده كامل من واحد للاثنين بس مين بدي بدي X شو هو يعني F ناقص واحد عادة والله هون X مبين هو 2 على ي اصلا منبدل بيناتهم بس طرفين بالوساطين وبطلع لي X شو يساوي معادة انا رح اكامل هاي المساحة تكامل من الواحد الاثنين الاثنين على ي د ي او طبعا فينا اقل بارجع لتي او لأ او شو ما بدي الحرف يعني هو نستخدم ي و د ي فينا حط X و dx ت و dt شو ما حطيت الحرف ما بتفرم معي طبعا الاثنين على ي د ي هاي شو تكاملو هاي الاثنين الاثن ي بين الواحد والاثنين يعني يساوي الاثنين الاثنين ناقص الاثنين 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 هاي بتقلب لهون بتصير الاثنين اربعة و الاثن الواحد صفر يعني الجواب هو الاثن اربعة السؤال ستة هو السؤال مطروح مشان استخدم المتكامل تابع العكسي اقول هاي المنطقة المحصورة معي انا مرح استخدمه في طريقة اذكاء خلينا نتعلم احسن بكتير شو بتقول بكل بساطة انا اذا سميت هون الس المساحة هون وهي المساحة ت لاحظوا بساطة انا اذا بدي المساحة س شو رح اقول عندي هادي بالاصل شايفينه هادي هيك مستطيع طول ستة وعشرين هيك لفوق وهذا طول بين ناقص عن المساحة الكلية اللي هي 130 ناقص ت ناقص المساحة اللي هون اللي هي ت وحالا لو جدوا لكم احسبوا لي المساحة ت المساحة ت سهلة كتير المساحة ت هي اللي صايرة تكامل بين الناقص 5 والصفر تمام لمين لتابع نفسه اللي هو هادي يساوي اللي هو fx يعني بكل بساطة التابع الاتي اكس كار زائد واحد هاي مساحة موجبة موجودة فوق يعني الله عليها بحسب اذا عبك كامل بالنسبة ل اكس طبعا نحكي هادي شو تكامله الله هادي اكس قص 3 على 3 زائد اكس بدي اكامله بين ناقص 5 والصفر يعني قيمته عند الصفر اوضح اكتو بتحت شوي قيمته عند الصفر صفر ناقص قيمته عنده ناقص 5 يعني ناقص 125 على 3 ماقص 5 ويساوي يعني بدخل ناقص 125 على 3 زائد 5 تمام طبعا هادي اذا ده واحد المقامات 5 ب3 15 مع 125 142 على 3 ومعنى الت شو تساوي 140 على 3 معنى الت س صار 130 ماقص 140 على 3 بتوحيد المقامات بطلع 390 على 3 ماقص 140 على 3 فالجواب بطلع 250 على 3 مثل ما هو محسوب تماما المثال التسعة لا هو مساحة بين اكس والمنحني ولا بين ي والمنحني صار هون يعني شغفة خارجية بتحسوها فهون ده استخدم التكنيك نفسه اللي هلأ استخدمته التكنيك الطريقة نفسه اذا سميت هاي المساحة س سميت مسلا رح استخدم طريقتين مسلا اول طريقة انه ايش اقول اقول بكل بساطة احسب المساحة اللي هون هاي تي اللي هي هون صار بين الواحد والاثنين لتكامل التابع العكسي اللي هو اكس يساوي واحد عليه واقول اس شو تساوي اس هاي اول طريقة هاي رح اشتغل فيها مساحة هات المستطيل والله هيك صار طولة واحد وهيك طولة واحد يعني هيك التوضيحات واحد ماقص المساحة تي و تي شو تساوي سيتكامل بين الواحد للاثنين لتكامل واحد على ي دي تمام يعني واللغاريتم ي بالقيمة المطلقة طبعا بين الواحد والاثنين لا يتساوي لغاريتم الاثنين ماقص لغاريتم الواحد صفر معتها تي هي لغاريتم الاثنين يعني الجواب هو واحد ماقص الان الاثنين هاي الطريقة الاولى اللي هي اني استخدمت انه انا احسب المساحة مع مين مع الجهة التانية يعني معي مع جهة تي في طريقة تانية في طريقة تانية شو هي الطريقة التانية اروح بدلا ما احسب تي هاي هيك حمحية هون هيك اخذ المساحة هيك لتحت مستقيم الاكس نص بين واحد على نص بطلع اتنين فمعينة س كمان طريقة تانية ازا بدي هي مين هي نص ضرب اتنين هاي مساحة المستطيل كله نص ضرب اتنين يعني واحد ماقص تكامل بين النص والواحد لمين لتابع واحد على اكس دي اكس تمام اللي هو ب هاي هاي اللي كله على بعض رح سميه ب ب مين هو التكامل بين النص والواحد لواحد على اكس دي اكس يعني هو الان اكس بين النص والواحد يعني لن الواحد صفر ناقص لن النص معت از تساي واحد ناقص ناقص لن النص حلق ناقص لن النص يعي زائد لن نص وبتعرفوا انتو لن النص هي ناقص لن اتنين تعرفوا هاد لن الواحد اتنين بتنزل ناقص هي اتنين قص ناقص واحد بصير واحد ناقص الان لاثن بالسؤال سبعة هاده ما بده تعقيد ليش ما هو ها موجود فعليا بين مين وين بين المنحن والاكس نظامي هاده هيك نظامي يعني كامل بين صفر وسبعة وعشرين لمين لا اكس شو يساوي والله اكس شو يساوي اكس هو الجزر التكعيبي ليه ياقص واحد على ثلاثة يعني كامل ياقص واحد على ثلاثة هم ما في اما سالب او موجود هاده الجزر التكعيبي يعني بتعرفوا هاد ياقص اربعة على ثلاثة بصير مضروب ثلاثة على أربعة وبين السبعة وعشرين والصفر التكامل جدا اعتياد يعني ما في وشي وهلا اذا بفرجيكم انه اذا استخدم الطريقة التانية اللي هي انه انزل هيك احصد مع الاكس وبعدين اطرح المسافتين من بعض هاد شو يساوي طبعا بس مشان اكتبه بشكل جزر يعني يساوي ثلاثة على أربعة الجزر التكعيبي للسبعة وعشرين والصفر ناقص عند الصفر صفر فما احاكتبه قال ثلاثة على أربعة الجزر التكعيبي للسبعة وعشرين هو ثلاثة وثلاثة واس أربعة هي واحد وثمانين و 81 ضرب 2343 على 4 الجو هاي الطريقة الاعتيادية إذا استخدم التعريف نظامي الطريقة الزكية التانية اللي أنا بعتبرها مثلا بالنسبة إلي بتكون أسهل أو أنا هيك بشوفها يعني شو هي أنا رح أمحيها الطريقة التانية اللي بشوفها أنا أسهل أنا بروح بنزل خط من هون هيك تخط بشكل قائم طبعا يعني وهون باعتبار الي 27 الي تساوي بروح بقول المساحة اللي بدي إياها هاي إذا سميتها S بسمي هادي هون T بقول S تساوي 3 ضرب 27 هادي طول 3 ب 27 يعني 81 ناقص T T مين هي T هي التكامل بين الصفر للتلاتة للتابع X أو S 3 اللي هو ها تكامله جدا سهل X أو S 4 على 4 بين الصفر والتلاتة يعني 3 أو S 4 81 على 4 هادي هو T فبطلعني مع التأس هي 81 ناقص 81 على 4 يعني بتوحيد المقامات إذا بدي بقول 81 بـ 4 ناقص 81 بقالي 3 ضرب 81 على 4 يعني 243 على 4 والجواب مرة تانية نفسه بالسؤال إذا عاش مرة تانية المساحة إذا دا كامل بالنسبة لأي صار على اليسار وهذا على اليسار معتها القيمة سالبة رح تطلع المساحة هاي سالبة إذا سميتها ولكن إذا دا جاء حسبها على أساس التكامل مع الي يعني بتتخيلوه مثل ها مشان أنه أذكركم فيها لو هادي عملت له هيك أنا وفترجي لكم يا هيك وقلت لكم هاي المساحة تحت ولا فوق بتقولولي هاي المساحة صايرة تحت فمعاتها لازم أضرب التكامل بسالب هاي الفكرة عبا حكي هون بالنسبة لأي عليسار لازم أضرب التكامل بسالب طيب تكامل مين والله بدي X شو يساوي Y يساوي جزر ناقص X معاتها X تساوي ناقص Y مربع مربع الطرفين ومنضرب بناقص تمام بكامل المساحة المطلوبة صارت شو تساوي بالأصل لازم أكامل بين Y يساوي واحد ل Y يساوي اثنين لناقص Y أس اثنين هاي بطلعلي الجواب سالب غالبا أنا بدي المساحة بضرب بناقص تاني يعني تكامل Y أس اثنين بين الواحد والاثنين دي Y وعنا بطلع Y أس 3 على 3 بين الواحد والاثنين 8 على 3 ناقص 1 على 3 الجواب 7 على 3 فلاحظوا أنه رح يطلع المساحة سالبا تذكر أنه أضرب بناقص مشان تصير موج بالمثال التامن نفس الشي المثال التامن لو قصرت لكم يا هيك وفترت لكم الرسم رح تشوف مباشرة أنه هات تكامل سالب يعني إذا تجي تحكي يصار يمين مع X Y هذا التكامل فعليا سالب لماذا لأنه صار يبتحت إذا عم نحكي بالنسبة لX بينما بالنسبة لY يمين ويسار بكل بساطة التكامل رح يطلع سالب فبتذكر أنا إذا بدي هاي المساحة اللي هون أحسب هون بحسب بحط S بقول هو تكامل بين 0 و 8 بس مضروب بناقص لمن لX يساوي طبعا فX يساوي بأخذ الناقص لهنيك و S 1 3 طبعا الناقص S 1 3 بضل الناقص بره أصلا تمام جزء التكعيب للناقص ناقص وبروح بكامل أنا بكل بساطة يعني بطلب ناقص Y S 1 على 3 ناقص بالناقص بتروح بطلع من 0 لل 8 Y 1 على 3 D طبعا دائما هلأ Y 1 3 بطلع Y 4 على 3 وهون عندي بصير 3 على 4 بين 0 وال 8 وهذا إذا كتبته بشكل جزر بس لأنه بكتابته بشكل جزر أسهل جزر التكعيبي ل Y كل Y 4 0 8 طلع 3 على 4 ضرب منعوض 8 الجزر التكعيبي لل 8 2 2 4 16 ناقص عنده 0 0 16 مع 4 بتروح بضلل لي 4 3 يعني الجواب 12 تمام الصيغة الثانية اللي فيكن تحلوا فيها الصيغة الزكية اللي اركن عليها بنزل من هون خط هيك وبقول هاي قيمة ناقص 2 ليش لما X ناقص 2 بطلع ليه 8 وبروح بسمي هاي T شو بساري هلا بروح بقول المساحة المطلوبة S أزا بدي ها طريقة تانية هي مساحة هاد المستطيل اللي هو طول 2 بـ 16 ماقص المساحة والطيل اللي هون مين هي أزا بتكون تحطوه عنكن تكامل بين ناقص 2 و 0 ل ناقص X أو 6 لعتدي X هاي لج هون المساحة لو كنت عبا حكي من المحصول ومع Y ما نفس الشي على اليمين هي موج B على الياس لازم يطلع سالب فS1 بطلع التكامل من B لجي نظامي بس S2 بتكون التكامل من آلة B بس شو في عندي في عندي سالب أمسل أول أمسل يعني الأسئلة كتير سهلة أنا بعتبر ها ها هذا المثال اللي بتحل أنا من قبل عبقلي المساحة S1 هاي هون 16 ما هي هي تكامل بين ناقص 3 إلى 2 لمين لFX S2 هاي مساحة سالبة هاي 7 هي ناقص التكامل بين ال2 وال5 FX DX أنا إذا بدي أكامل من ناقص 3 إلى 5 بقول هو التكامل من ناقص 3 إلى 2 زائد التكامل من 2 إلى 5 FX DX أول واحد بطلع إلى 16 نصومية زائد الثاني شو بطلع ما بطلع 7 لاحظة وفيه ناقص بالموضوع يعني ناقص 7 يعني الجواب بكل بساطة 9 يعني بدل ما أجمع نجمع فعليا بطلع اللي فوق ناقص اللي تحت مثال تاني التكامل من 1 لل6 ولا بقوه التكامل من 1 للصفر أول شي لFX DX وبعدين التكامل من 0 لل6 لFX DX حال التكامل بين ناقص 1 للصفر هو ناقص S1 ناقص 4 ليش ناقص 4 لأنه هاي سالبة نيجاتيف التكامل من 0 لل6 والله هو المساحة S2 الموج بنظامية يعني زائد 10 فالجواب بكل بساطة هو 6 إذا كانت المساحة تحت بضغب التكامل بناقص إذا كان فوق التكامل موجب وما في عليه أي مشكلة مثال 3 مثلا عبقل التكامل من ناقص 5 لل7 يساوي 10 هاي تنقامل من ناقص 5 لل7 من هو هو من ناقص 5 لناقص 3 3 بعدين من ناقص 3 لل2 بعدين تكامل من 2 لل5 وبعدين تكامل من 5 لل7 من ناقص 5 للناقص 3 هاي رح أكتو إنه 10 يساوي من ناقص 5 للناقص 3 هاي S1 موجبة بحط قيمة S1 يعني 2 زائد من ناقص 3 للناقص 2 هاي سالبة معتها بحط ناقص S2 يعني ناقص 4 زائد بين ال2 وال5 هاي مساحة موجبة معتها بحط S3 ما بعرفها أنا بس بعرف إنه S3 رح يطلع الجواب زائد من 5 السبعة هاي نيجاتيف وربحط ناقص S4 يعني ناقص 3 لحظوا شو بصير عندي 10 تساوي 2 ناقص 4 يعني ناقص 2 ناقص 3 يعني ناقص 5 زائد S3 شو تساوي S3 نقول ناقص 5 على الطرف الثاني S3 تساوي 15 الصباح البعد مثلا ناخد أمس التبعات لي مثلا هاد على اليسار سالب هاد على اليمين موجب تكامل من ناقص 4 على 3 إلا F ناقص 1 والله هو من ناقص 4 للصفر ومن الصفر لعند 3 من ناقص 4 على الصفر هاد موجب قيمته S2 يعني 6 وتكامل من الصفر إلى 3 سالب يعني باخد الناقص 4 يعني بكل بساطة مجموع 2 شغلتهم بسيطة ما فيهم شي مثال تاني مثلا هون سؤال 7 عقل لي انه التكامل من ناقص 8 إلى 4 ل F ناقص 1 يساوي S2 وعن هاد بس مشان ركز انه هاد موجب هاد سالب هاد موجب طب انا التكامل بحجزاته شو يساوي هاد التكامل لو جيد اكتبه هو من ناقص 8 للناقص 5 F ناقص 1 وبعدين من ناقص 5 لل 1 F ناقص 1 وبعدين تكامل من 1 لل 4 F ناقص 1 طبعا يساوي من S2 على أساس يعني مين هدول والله من ناقص 5 للناقص من ناقص 5 هو S3 هدول مع تأول الشي S3 يعني زائد من ناقص 5 لل 1 هي ناقص S2 هي S2 بس سالبة يعني ناقص S2 زائد من 1 لل 4 هو S1 موجب يعني بحط S1 موجب ويساوي بالطرف الثاني S2 لاحظوا معناته إذا أخذنا S2 على الطرف الثاني بقالي S3 زائد S1 ساوي 2 S2 شو طلب هو والله S1 زائد S3 تقسيم S2 يقسم على S2 بروحوا S2 مع S2 مين بضل الجواب جواب 2 هو الجواب المطلوب طلع معنا أصلا وسأرجع عليه للسؤال ستة تكامل من A إلى J أمام هذا من A إلى J لأعلى التعين بحق أقسمه أنا من A إلى J أقول هو من A للصفر زائد من الصفر لب زائد من B لج طبعا هذا يساوي على ساس 14 يعني من A إلى صفر هذا ناقص S1 أي ناقص S1 ومن صفر لبا هي زائد S2 وبعدين عندي من B لجي ناقص S3 ساوي 14 أي شايفين هاي المعادلة وعندي المعادلة اللي هون أنا طالب مني S3 اطرحوا المعادلتين من بعض وهيك اطرحوا هاي ناقص هاي ناقص S1 هاي دي عنده هو بيناقص وجمعوه مع الفوق ناقص S1 بتروح مع ناقص S1 لأنه إذا ظهرت بيناقص في السيل زائد ناقص S2 لتصيل زائد S2 بيروحوا بعدين ناقص S3 وناقص S3 يعني ناقص مرتين S3 وسيناقص 24 زائد 14 يعني ناقص 10 معت S3 المطلوبة هاي خمسة ترجمة نانسي قنقر